طلعت كنز تكسبكم الملايين البتاعة دي من نهاردة مستحيل ترموها تاني ايوة زي ما بقولكو كده دي هتكسبكم الملايين وهتبقى مليونير شايفين البتاعة دي اللي هي بتاعة الموز اللي احنا بنرميها اه دي بقى طلعت كنز وحاجة كده ما تخطرش على بال العفريت حاجة بجد يعني مستحيل تخطر على بال حد وفعلا هتكسبنا الملايين مش بس كده دي هتحلي لنا اكبر مشكلة بتقابلنا وفعلا يا جماعة طلوا عيد كنزة هتوفر لنا فلوس اد كده صلوا على نبيل اول مرة تشوفوني انا مطبخ مامت السولاء اسراء فتحة سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب بس في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان كل منازل وصفة جديدة هيوصل لكم اشعار بي يلا بينا نشوف الكنز ده لما بيبقى عندنا موز بيبقى عندنا البتاعة دي انا بصراحة مش عارفة اسمها واللي عارف اسمها هيكتبلي في الكومنتات فيلا بينا نشوف هنعمل بيها ايه لان فعلا دي اتطلعت رهيبة وحاجة كده ما تخطرش على بال حد بالسكينة كده هنبدأ نشيل الجزء الاولاني ده كده برفق وبعد كده هنبدأ ان احنا نقسمها نصين بالطول هتتقسم معاكم بكل سهولة لان هي بتبقى من جوة طريقة رطبة جدا برضو بالسكينة وهبدأ ان انا حاول كده قسمها برضو بالطول هعملها كلها الشريح بالطريقة دي اتطولي في الكومنتات انتو بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بالجميع لايك حلو كومنت حلو يلا شجعوني فيه عايزة بيكم اوصل للمليون مشترك هنا انا بدأت ان انا اضطعها كلها واحاول ان انا افصلها على الجزء اللي تحت اللي هو على كشور الموز كشور دي انا مش عايزها نهائيا ولا حتى العرقوب اللي بيبقى فيه صبع الموز مش عايزة الحاجات دي انا كل اللي انا عايزة الجزء اللي هو بيبقى رطب من جوه ده اما الحاجات دي ات فدي انا مش محتاجها بنعمل ايه اسراء احنا بنعمل حاجة فعلا رهيبة مش مجرد فيديو كده وخلاص لا دي فعلا طلعت كنز هبدأ كده ان انا اسمها بالسكينة احاول ان انا اضطعها كلها لشرايح رفيع وكأنك بتقطعي بطاطس عايزة اقول لكم فعلا رهيبة بس كده انا اتطعها بقى الشرايح كده كلها زي صابع البطاطس بالزبط هي من جوه بتبقى رطبة يعني مش هتبقى صعبة معاك في التقطيع فانا هحاول ان انا حاول ان انا يعني ايه اعملها كلها الشرايح بالشكل ده هنعمل بقى يا جماعة بيها كده خلاص انا اضطعها كلها هنعمل بقى فكرة حلوة جدا حاجة كل ما هتجر بيها هتندهشي حاجة ما تخطرش على بال حد خالص هتجيبي حلة وهتبدأ ان انت تخديهم كده في الحلة وبعد كده هنحط عليهم معلاءة كبيرة من جوز الهند طبعا جوز الهند المبشور هنبدأ ان احنا نحط معلاءة ومعلاءة كبيرة من الحلبة تكون مغسولة كده كويس ومجففة يبقى حطينا عليها معلاءة من جوز الهند وحطينا كمان معلاءة من الحلبة الحصى هحط كمان كمعود من الارفة انا استخدمت 3 عدام من الارفة لو ما عندي كيش ارفة سليمة زي دي صحيحة يعني فتقدري طبعا تستخدمي الارفة البودر اللي عندك استخدمي بعد كده هستخدم 15 عود من القرنفل والقرنفل اللي هو المصمر اكتبوا البقى هو اسمه ايه في بلدكم او في دولتكم اللي لسه ما تغطش لايك او اشتراك في قناتي لو حسنين انت بتستفادي يلا اشتراكي في قناتي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار في كل فيديو جديد بنزله وكل وصفة جديدة بنزلها في المرحلة ديت هنبدأ ان احنا نحط عليهم 3 كبيات من المياه العادية جدا من الحنفية بس كده احنا عملنا الخليط وجهزناي بالمناسبة انت بعد الفيديو ده ان شاء الله سواء شابة او بنت هتقدروا تعملك ميات نهولة من الخليط ده تمام هنقلبوا بقى كده واهم حاجة الطريقة اللي احنا هنرفعه بها على النار هقولك بقى الملاحظات بتاعتي اول حاجة كده بتحطيه على النار وبتغطي الحلة تماما لحد ما يغلي مرة واثنين وثلاثة واربعة تب ليه بنغطي الحلة علشان الزيوت الطيارة اللي موجودة في كل المكونات يحن نحتفظ بها في المياه اللي هينزل فيها كل الفوائد وطبعا هنا انا كنت مغطية الحلة ولكن طبعا شلت الغطاء علشان التصوير زي ما انتوا شايفين انا سبت حوالي على النار تلت ساعة بالزبط لحد ما غالى مرة واثنين وثلاثة ونزلت كل الفوائد في المياه اللي المغلية بعد كده هطفي النار وهوض الحلة ديت واحطها على الرخامة هنسيبها لمدة عشر دقايق كده لحد ما تهدى تمام سيبها لحد عشر دقايق يعني لحد ما تبرد شوية في ناس تقول طب ما احنا نغطيها بقى عشان زيوت الطيارة براحتك بس تانا علشان وقت التصوير فحابة ان الموضوع ايه يبقى سريع علشان تبرد معي بسهولة فهبدأ بقى اجيب اي بولة كده او اي كوباية لها بوزة وهبدأ ان انا اصف القليط بالصفية علشان كل اللي انا محتاجاه هو المياه وبس المياه اللي نزل فيها كل الفوائد المياه دي انت تقدر تعمل براميل منها كميات كتيرة جدا وفعلا ده احلى مشروع منك اللي تعمله هيكسبك فلوس كتير اللي انتو شايفونه في البولة ده مش مجرد مياه عادية اصلا عايز اقولكم ان احنا بنشتري الحاجات دي من بره بغالية جدا يعني الازازة بتبقى صغيرة بتستخدميها اسبوعين وبتشتريها بخمسمائة جنيه فعلا والله العظيم انا بشتريها بالاسعار دي فانا اكتشفت ان هي نفس الريحة وان هي نفس الجودة بس مش نفسها قوي انا اكتشفت ان اللي انا بعمله في البيت احلى ومركز اكتر وبيعب معي اكتر وممكن لعمل كميات مهولة اصلا بفلوس قليلة فاهماني يعني اللي انا بعمله ده انتو فعلا بنشتريه من بره غالي جدا وهناعرف هو ايه بالزبط وبنشتري ازاي المهم ان انا هنا سبتها لحد ما تبرد تماما هبدأ بقى اجيب ازازة بخاخ وابدأ انقل فيها المياه طبعا انتو تقدر او انتو تقدروا ان انتو تعملوها في كميات ازايز ازايز ديات كتير او ازايز اصغر زي اللي احنا بنشتريها لها الازايز الصغيرة بتشتريها من اي محل مستلزمات طبية تقولوله عايزة ازايز بخاخ معقمة ويه بتبدأ ان انتو تحط فيها ايه خالدة طيب طريقة الحفز اول حاجة هقولك ازاي تحفظ فيه السلاجة لو الجو حر برا التلاجة لو الجو مش حر قوي تمام فبرده لما تجو بقوعها الحد هتقولوله المعلومات دي مهمة جدا ممكن كمان تكتبوا كده عليها على تيكت من برا وتلزقوه على البخاخ ده بيستخدم لقيا اسراء احنا كلنا عارفين ان فيه شيء مبكر اللي هو الشعر الابيض وان فيه ناس بيبقى الانباد بتاع الشعر عندهم قليل خصوصة للاطفال كمان وان فيه ناس ان مهم بتاع شعرهم بيبقى بطيء جدا فما بيتطولش بسهولة كل يوم هتستخدمي ست رشات الصبح وست رشات قبل انه مدلكي فروة الراس لمدة خمس دقايق بالزبط ويه كمان ترشي منه على الشعر بلا استثناء اول حاجة عايز اقولها لكم ان القصما بالله العلي العظيم في خلال اسبوع ونص او اسبوعين هتلاقي شعرك بيتول بطريقة غير طبيعية لو استخدمتيها كل يوم هتلاقي ان عند القرى من قدام كده شعرك بدأ يتول او لو مش بينبت يعني او مش بينمو فهتلاقي ان بدأ ينبت شعر جديد ويطلع شعر جديد اصلا استخدموها لاطفالكو لان هي فعلا بتكسف الشعر وبتنبت الشعر وراهيبة فعلا فيه تطويل الشعر بتطول الشعر بطريقة غير طبيعية على فكرة ان كل وصفة بنزلها بكون جربها قبل ما نزلها لكم كذا مرة علشان يبقى فيه مصدقية فانتو جربوها لان هي كمان بتقدي على الشيب نهائيا الشعر الابيض ده بتعالج السبب الرئيسي اللي بسببه بيظهر فما بتخلهش يظهر مرة تانية هي مش بتصبغ لا هي فعلا بتعالج السبب الرئيسي لظهور الشيب تطويل رهيب للشعر جربوها واشوفكو على خير